موسيقى W L over 2 ده القيمة المكافأة للدستريبوتد لود وعندي هنا ريكشن وعندي ريكشن X A وعندي ريكشن هنا Y B فعشان اجيبي الـ moment فعشان اجيبي الـ reactions فعندي Submission Forces في الـ X equal 0 فعندي X A equal 0 و Submission moment at point A equal 0 وهفرد ان الاتجاه الـ counterclockwise نغير المرة دي هو الـ positive فهلا ان Y B مضروبة في distance L minus W L over 2 مضروبة في distance دي كده L over 3 وهنا الباقي 2 L over 3 ألاقي ألاقي الكلام ده بيساوي W L over 2 مضروبة في L over 3 كلام ده بيساوي 0 فهلاقي ان قيمة الـ Y B اللي هي اللي هي عند راس المثلث بتساوي W L over 6 ومن مضروبة الفورس في Y equal 0 هلاقي ان negative W L over 2 positive W L over 6 positive Y B و Y A equal 0 0 فقيمة Y A هتكون بتساوي W L over 3 زي اللي فات ما عنديش اي فورس في اتجاه الاكس فده معنا ان النورمال فورس دياجرام هيبقى بزيرو انشير فورس دياجرام متوقعين ان هو second degree parabولا فلما هاجي ارسم خلينا اقول ان ده ابديتهم بتاعي من عند W L over 3 الرول بتاعنا بتعشير فورس داجرام هبدأ من على الشمال وطالع مع الطالع ونازم مع النازم هبدأ من هنا هلاقي W L over 3 خلي بالك ان W L over 3 هي ضاعف ال W L over 6 فهبدأ من هنا واطلع واطلع W L over 3 وهفضل ماشي مغاية متقابلني المكافئة لي المكافئة لي اللي هي W L over 2 ف W L over 2 معنى W L over 3 هتمزمني مغاية W L over 6 وافضل وافضل نكمل مش هلاقي اي حاجة تقابلني مغاية W L over 6 هتطلع تاني تقفل معايا عن L zero فلما اجي ارسم هيبقى عندي ده كده كونسن او كده W L كنتو W L over 3 وعندي ده W L over 6 خلي بالك بقى ان انا هاجي من عند ال distance هاجي من عند ال 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 على ال 2 وابدأ اوصل ال data بتاعي بالمنظر ده ده كده بتاعي عندي تنجنت اولاني وعندي تنجنت تاني عشان نرسم نص ال همشي تنجنت ابدأ وهرجع تنجنت ده فتبقى حاجب المنظر ده طبعا انا المفروض امشي على التانجنت تنجنت فده هستخدم فيها الفرنش كيف عشان تبقى مصبوطة ومنساش اعمل ال بتاعي وقيمة لي وقيمة لي نجد ده هاكتشف ان لو جيتها سبت هلاقي ان الزيرو شير فورس هلاقيها على مسافة ال ال و المسافة دي من هنا لغاية هنا هي ال ال انا متوقع انه هيبقى ثيرد دي جري ف بورا هرسم ال بتاعي له هبتديها siehtر الأول عمله عند اول دسكنتينيوتي هلاقي ان بداية البيم ونهاية البيم عندها سابورتس فهتبقى بزيرو مفيش كونسنتريتد مومنت ولا فيه كانت ليفر حتى ولا فيه فكس اشي نكمل طريقة رسم البين المومنت دياجرام لو تفتكروا ان الشير فورس دياجرام كان عند مسافة ال على روت ثري كانت الزيرو شير وحنا عارفين ان الزيرو شير بيبقى عندي الماكسيمم بين المومنت دياجرام فانا همشي من هنا لغاية ومن على يمين عارفين ان ما كان المكافأة كانت عند وابدأ ارسم بتاعتي هنزل من ومن العاند الпو真د الزيرو شير بيبقى عندي هنزل الزيرو شير بيبقى عندي أرسم المومنت ، ولي مت ومين ال فيه وابدأ اوصل التنجنس اللي انا هرسمها من بداية الدستريبيوتود ونهاية الدستريبيوتود واجي عند وصل التالت بتاعي فيبقى عندي لما جرسم ابقى ماشي هنا وانزل المس الماكسما واطلع لغية فتبقى دي قيمة وطريقة رسمها ودين فوزته واقصى قيمة عندي هي في حالة لو النونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونون ومن هنا كان عندي ومن ناحية التانية ومن ناحية التالي لقيمة مومنت اسمها مواحد فلما اجي ارسم من المومنت ديوجرام هحط القيمة بتاعت M2 او M1 الاول واحط قيمة M2 على افتراضي يعني M2 قيمة صغيرة واوصل منهم بالديتهم بتاعي واجي من النص وانزل WL square over 8 وانزل ثاني WL square over 8 ووصل ووصل ببداية ونهاية مرحة القيمة وانزل ثاني وهناي الديتهم بتاعي ارسم الطانجنت التاني بارلل لي الديتهم بتاعي يبقى القيمة لا نزلتها هنا والقيمة لا نزلتها هي WL square over 8 وما هاجي هرسم الطانجنت او الكيرو بقى امشي على التانجنت والجزء اللي محتاجة تعمل له هاتشن هو الجزء ده والقيمة هتبقى ند وهي في حالة لو عندي نانية رفول لود ونظر ده وكلمة تر ونفس الكلام عندي من هنا ام واحد وعندي من هنا ام واحد وعندي من هنا ام اثنين ف اجي ارسم هلاقي او قيمة ام واحد وعندي من هنا قيمة ام ونفس الفكرة هوصلنا بينهم بس هنا الفرق ان انا هجي بقى من عراس المثلث وامشي مسافة قمتها L over root 3 وهامشي من الطرف ده مسافة قمتها L over 3 وهاجي من عند الديتم وانزل من هنا مثلا دي كانت كبيرة شوية همزل W L square over 9 root 3 وذي هتب القيمة الماكسوم بتاعتي وهنزل من هنا قيمة W L square over 9 وارجع اوصل بداية وارسم 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 الكيرف بتاعي بالمنظر ده طبعا المفروض مرة واحدة وتبقى دي المنطقة اللي محتاجة ودي المنطقة اللي انا محتاجة عمل لها هاتين ودي المنطقة اللي انا محتاجة عمل لها هاتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر